أنا مش بتراحه على المسؤولين لأن أنا مش منتظر لا رد ولا إجابة لكن السؤال الحقيقي كان وانا بتابع أخبار بعثتنا في البطولة كان متعلق بكورة القدم وكورة القدم من رياضات اللي مصر مشاركتش فيها مشاركتش فيه منافساتها وكان السؤال الحقيقي اللي طرع على ذهني وحتى كنا بنتناقش فيه مع الزملاء في السادسة فليل أعداد السادسة يعني كنا بنتكلم على أنه ليه مصر مشاركتش فيه البطولة دي يعني كان من ممكن جدا وإحنا عندنا دورة درجة تانية خلص وانتهى بشارك فيه 48 فريق يعني لو كل فريق فيه في قيمته 30 لعب أنت بتتكلم على جيش مجيش من اللاعبين ما كانش فيه فكرة أننا نعمل منتخب مصر به مثلا ونجرب مثلا كابتن حسام حسن يمسك المنتخب ويروح يلعب به مثلا فيه بطولة دورة ألعب البحر متوسط يعني ليه لا أعتقد أنه أكيد فيه 20-30 مش ممكن يبقى فيه 48 نادي ما عندهمش 20 أو 30 لعب يصلحوا أنه هم يعني يمثلوا منتخب مصر به منتخب مصر محليين وبالمناسبة فيه بطولات كتيرة فيه بطولة أمم أفريقيا للمحليين ليه ما فكرناش في حاجة كده وقد يقول قائل أصل ممكن المستويات اللي مشاركة وهناك فيه فرنسا وإيطاليا بالمناسبة فرنسا توجد بالميدالية الدهبية على حساب إيطاليا في النهائي كسبة 1-0 فيقول لك أصل منتخبات هناك شديدة ومنتخبات قوية ما فيش داعي لإحراج وكورة المصرية مش نقصة مطب صناعة جديد حاجة تبقى مؤلمة ويبقى فيه حملات هجوم بلاش الدوري الممتاز به طب ما إحنا كان ممكن جدا يعني بداية إحنا عندنا لعبين محترفين كتير جدا بره خلصوا السيزن عندنا أحمد حمدي عندنا تريزيجية عندنا كريم حافظ عندنا أحمد ياسر ريان عندنا محمود كهربا عندنا 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 كل الناس دي خلصت ورجعت كان ممكن جدا جدا تخذش في معصر إعداد سريع جدا وتروح تلعب البطولة لو خدنا لاعب واحد لا يشارك بصفة أساسية من كل فريق في الدوري الممتاز مثلا يعني مع مجموعة من المحترفين اللي جاهزين دول ما كانوش يعملوا منتخب يشارك في بطولة زي بطولة دورة لعب البحر المتوسط يعني ده سؤال سؤال بترحل للناس عشان تفكر لكن إذا كنت بتكلم على مسؤولين أنا لا منتظر رد وعارف إنه الناس ما بتفكرش أساسا بالشكل ده موسيقى